على الشرعية الدستورية وقرارات الرئيس اليمني الجديد وأكد بن عمر أنه أشرف بنفسه على تسليم صالح قيادة اللواء الثالث أهم ألوية الحرس الجمهوري إلى القيادة الجديدة كان صالح تمرد على القرار الرئاسي قرابة شهر كامل رافضا تسليم قيادة اللواء الثالث لخلفه العميد عبد الرحمن عبد الله الحليلي المعين من الرئيس هادي قائدا للواء الثالث حرس جمهوري ختم هذا المجاعة إلى اللقاء